تتواصل بولاية مستغنم عملية القضايا على المجمعات السكنية القزديرية والبنيات الفوضوية وترحيل قاطنها إلى سكنة اللائقة عملية استباقية على مستوى الولاية مكنت من القضايا على جل الأحياء القزديرية التي كانت تشويه المحيط والمنظر الهام نحن بإذن الله في الإطار السياسي العامة على الجولة إن شاء الله بربي رأنا في الصيرورة هذه آخر مواقع تدمعات البناء الفوضوية على مستوى بلدية الصيادة إن شاء الله بربي هذه آخر عملية تجمعات بهذه العملية نكون نقضينا كامل على التجمعات الفوضوية على مستوى بلدية الصيادة ووضعية كانت تساهم بشكل كبير في عرق للتجسيد العديد من المشاريع التنموية باستغلال المساحات بطريقة فوضوية ومحاربتها ستمكن من استرجاع الأوعية العقرية واستغلالها في المشاريع العمومية فيما يخص هذه الأوعية التي تم ترحيل أصحابها سنرى إن تستطيع البلدية استغلالها في أمور إما سكن أو إدارات أو ما شبه ذلك طبيعة الحال التجمعات هذه هي تعرق للتنمية في مجال أنها تتموقع حول أراضي صالحة لإنجاز مشاريع تنموية ومشاريع فيما ذات منفعة عنها نحن بهذه العملية تكون طهرنا هذه الأوعية العقرية التي كما قلت لك إن شاء الله بربي ستتعاود نستثمرها في مشاريع أخرى ذات منفعة لصالح البلدية القضاء على هذه النقاط السوداء بالولاية هي خطوة تمهيدية لتجسيد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير على مستوى البلدية الذي سجل سنة 2018 وسيطرح على المجلس الشعبي الولائي للمسادقة عليها وتجسيده قصد وضع بنية عمرانية لتوسعات جديدة ذات مواصفة حضرية والحد من التوسعات الفوضوية